شرّت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول قضية مهمة قد يغفل عنها الكثيرون وهذه القضية هي قضية الارتباط بالإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه قبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم مقدمتين قصيرتين المقدمة الأولى إن عادة الله تعالى جرت على ألا تجري الأمور في هذا الكون إلا بأسبابها الله تعالى يقول في القرآن الكريم فأتبع سببا وفي الحديث الشريف أبالله أن يجري الأمور إلا بأسبابها إذا واحد يعاني حالة العطش ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول يا الله أروني هذا الشيء لا يمكن عادة في النظام الطبيعي الله تعالى يقول له إني جعلت صفة الإرواء في الماء فإذا أردت أن أرويك فاشرب الماء هذه هذه هي المقدمة الأولى المقدمة الثانية إن هناك ترتبا ترتبا عليا فيما بين العلل يعني يعني هناك ظاهرة طبيعية وراء هذه الظاهرة الطبيعية هناك علة طبيعية أخرى ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد عندما يتسع أفق العلم تجدون تجدون أن وراء هذه العلة الطبيعية علة طبيعية أخرى فهناك ظاهرة طبيعية وهناك علة طبيعية لهذه الظاهرة وهناك علة طبيعية لتلك العلة وكلما يتسع نطاق العلم يكتشف العلم يكتشف العلم هناك عللاً متدرجة وعللاً مترتبة إحداها يكمن خلف الأخرى هل تنتهي القضية عند هذا الحد؟ الجواب على ذلك كلا عندما تنتهي حلقات العلل الطبيعية هناك هناك تبدأ حلقات العلل الماورائية المرجع الشهير السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه له كلام لطيف ومجمل هذا الكلام أنه مثلاً أنتم إذا رأيتم شخصاً تمرض هذا المرض يمثل ظاهرة طبيعية عالم الطبيعة يأتي ويحلل أن هذا الشخص لماذا تمرض يبحث ويبحث ويجد أن هناك مكروب معين دخل في الدم وهذا المكروب وهذا المكروب وراء هذا المرض لعله علم العالم الطبيعي ينتهي عند هذا الحد العالم الطبيعي يقول أني لا أشاهد شيئاً وراء هذا المكروب ولكن العالم الإلهي الذي له رؤية أوسع وأعمق يأتي ويجد هناك عاملاً ما ورائياً غيبياً يكمن خلف هذا العامل الطبيعي القرآن الكريم كلامه فيه تفصيل لا علي بتفصيل كلامه الآن القرآن الكريم يدل على هذه الحقيقة الله تعالى في القرآن الحكيم يقول فالمدبرات أمراً ما هي هذه المدبرات التي تدبر أمور الكون؟ هذه المدبرات عبارة عن قوى غيبية نطلق عليها لفظة الملائكة إذن واحد لا يتمكن أن يقول إن كل شيء ينحصر في إطار الفواعل الطبيعية وراء هذه الفواعل الطبيعية فواعل غيبية هي التي تدبر حركة هذا العالم وتدبر نظام العلية والمعلولية في هذا العالم المدبرات أمراً النقطة التي تهمنا في هذا البحث أن الحلقة الأخيرة التي تنتهي إليها جميع حلقات الفواعل الطبيعية والغيبية بإذن الله سبحانه وتعالى وبإعطاء الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى الحلقة الأخيرة التي تنتهي إليها جميع الحلقات في هذا العهد في هذا العهد وفي هذا العاصر شخص الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجح في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى الله أعطى جميع مقاليد الكون بيد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هل تستكثرون على النبي الأعظم ذلك؟ ربما واحد يتعجب من ذلك ربما واحد يستكثر ذلك الملائكة الله تعالى أمرها بالسجود لأبينا آدم فآدم أفضل من الملائكة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بلا شك أفضل من أبينا آدم إذا كانت الملائكة التي سجدت لآدم تدير أمور الكون وتدبر أمور الكون فهل تستكثرون على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يدبر أمور هذا الكون؟ هل هناك مانع أن الله سبحانه وتعالى يمنح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حياته أن يكون هو المدبر لهذه الأمور في هذا الكون؟ كلا لا يمكن أن نستكثر على النبي الأعظم ذلك في هذا العهد الحلقة الأخيرة التي ترجع إليها جميع الحلقات هو وصي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجعه إذا نحن ارتبطنا بالإمام المهدي ما الذي يتحقق؟ الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه يعني الارتباط بالقوة التي جعلها الله تعالى مصدر جميع القوى إذا أنتوا ارتبطوا بقوة طبيعية ارتبطوا بقوة محدودة لأن كل قوة من القوة الطبيعية تمثل جانباً من الحياة إذا أنتوا ارتبطوا بالشمس مثلاً ارتبطوا بقوة طبيعية محدودة على أثر هذا الارتباط ما الذي تستفيدون؟ الشمس تعطيكم الدفء في الشتاء إذا ارتبطوا بالطاقة الكهربائية الطاقة الكهربائية طاقة خلقها الله تعالى في هذا الكون إذا ارتبطوا بهذه الطاقة كما أمر الله تعالى هذه الطاقة تعطيكم ماذا؟ هذه الطاقة لها قدرة محدودة تعطيكم الضياء والنور ولكن إذا ارتبطوا بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه يعني ارتبطوا بالمصدر الذي أعطاه الله تعالى جميع قوى الكون ننتقل إلى بحث آخر كيف نرتبط بالإمام المهدي؟ عجل الله تعالى فرجعه حتى نستفيد من بركات هذا الارتباط الكثيرون استفادوا بحر العلوم هذا العالم الشهير انتفع من بركات هذا الارتباط العلامة الحل رحمة الله عليه استفاد من بركات هذا الارتباط فكيف نرتبط بالإمام المهدي؟ عجل الله تعالى فرجعه نذكر ثلاث نقاط النقطة الأولى بمعرفته معرفة الإمام المهدي الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي المعرفة لها درجات مات وأنا أوصل إخوة على أقل تقدير في هذا المجال في مجال المعرفة أن يطالعوا كتاب الإمام المهدي من المهدي إلى الظهور هذا الكتاب يحتوي على خلاصة إجمالية عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه وهناك كتاب آخر أيضا أوصل إخوة بمطالعته وهو كتاب مكيال المكارم من الكتب النافعة العميقة في هذا المجال إذن الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه يكون أولا بتذك بمعرفته وثانيا الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه يكون بتذكره الله تعالى يقول في القرآن الكريم فاذكروني أذكركم إذا أردنا أن يذكرنا الله تعالى فماذا نفعل؟ يجب أن نذكر الله إذا أردنا أن يذكرنا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه فيجب أن نذكره وَأَقَلُّ مَا نَذْكُرُهُ وَمِنْ أَقَلِّ مَا نَذْكُرُهُ أن ندعو له في كل قنوط من فرائضنا هذا الدعاء المعروف اللهم كن لوليك نقرأ هذا الدعاء اللهم عجل لوليك الفرج ولو بهذا المقدار أن ندعو له في كل قنوط إذا ذكرنا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه الإمام أيضا يذكرنا قديما كان متعارف عند آبائنا عند أجدادنا الكبار يذكرون أنه كانوا في يوم الجمعة قبل الغروب بدقائق كانوا يعطلون جميع أعمالهم كثير من المؤمنين ويجعلون هذا الوقت للدعاء والتضرع والدعاء بالذات للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذا ثانيا معرفته أولا تذكره ثانيا إحياء أمره في المجتمع ثالثا كيف يكون إحياء الأمر الله أعطاكم ابن سموا هذا الابن بإسم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجعه الله أعطاكم بنتا سموا هذه البنت بإسم والدة الإمام الحجة بعض العلماء بدأوا خطوة لطيفة وهذه الخطوة إحياء العشرة المهدوية عشرة أيام في شعبان هذه تخصص لذكر الإمام المهدي هذا مظهر من مظاهر إحياء أمر الإمام المهدي في المجتمع أنقل لكم قضية من بركات الارتباط بالإمام المهدي والتوجه إلى الإمام المهدي وأختم بها الموضوع كان عندنا أحد العلماء كان في مدينة قوم ومن قبلها كان في مدينة النجف وهو أستاذ لعله لألوف من العلماء والخطباء ومراجع التقليد كان يقال له المدرس الأفغاني معروف هذا يقول عندما كنا في أفغانستان كانت هناك قبيلة متشددة ضد الشيعة أهل البيت الآن تجدون مظاهر من هذا التشدد في العراق هؤلاء الذين يقتلون الشيعة أهل البيت يفجرونهم بالسيارات المفخخة كانت هناك قبيلة متشددة ضد الشيعة أهل البيت وكانت تعاديهم وكانت تعاديهم وكانت تعتبرهم كفار يقول فجأة في يوم من الأيام ثرد من هذه القبيلة أعلن تشيعه لأهل البيت مما أثار ضجة في المجتمع يقول قيل له لماذا تشيعت لآل البيت فقال في الواقع جذور هذه القضية ترجع إلى أيام طفولتي أنا في أيام الطفولة كانت لي مربية في يوم الأيام دخلت عليها غرفتها فوجدتها تصلي مسبلة اليدين وأمامها حجر تربة فتعجبت عندما أنهت صلاتها قلت لها لماذا تصلين على هذا النحو قالت قالت هذه صلاة الشيعة أهل البيت يصلون مسبل اليدين طبعا بعض المذاهب السنية أيضا تصلي كذلك ونضع أمامنا تربة لأن النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فقلت لها اشرحي لي عن مذهب أهل البيت وأنا في ذلك الوقت طفل فقالت ضمن ما قالت إن لنا إثني عشر إماما الأئمة بعدي إثنى عشر وآخر هؤلاء إمام حي حاضر ولكنه غائب عن الأنظار قلت لها إذا كان هذا الإمام غائبا فما فائدته قالت فائدته طبعا كلمته بمقدار ما يتحمل فائدته أننا إذا وقعنا في مشكلة نلتجأ إلى هذا الإمام نتوسل بهذا الإمام فينجينا من المشكلات يقول هذه الكلمة قالتها وانتهت القضية بعد أعوام طويلة بعد أعوام طويلة ذهبت إلى الحج مع قافلة على الدواب القديمة في ليلة من الليالي نمنا أنا تأخرت في النوم عندما استيقظت من النوم وجدت أن القافلة قد ذهبت وتركوني وحيدا ركبت دابتي ولحقت خلف القافلة في الصحراء ذهبت وذهبت وذهبت وكلما ذهبت في الصحراء لم أجد أثر للقافلة ماكو أثر واحد يضيع في الصحاري أين يجد الطريق في الصحاري القديمة هذه القضية قبل حوالي ثمانين عام تقريبا يقول مشيت في الصحراء حرارة الصحراء اللاهبة مشيت 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 أخذني العطش والجوع حتى ضعفت عن المسير وضعفت راحلتي عن المسير يقول نزلت وتمددت على الأرض وأنا أنتظر الموت لأنه أي أمل ماكو لا يوجد هناك أي أمل الجوع العطش الخوف يقول في هذه الأثناء وإذا بي أتذكر تلك الكلمة التي قالتها مربيتي في أيام طفولتي إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَنْ إِسْتَغَاثَ بِهِ أَغَاثَحَ فَقُلْتُ مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبِي يَا مَهْدِي أَدْرِكْنِي إحنا أيضا في مشكلاتنا إذا قلنا يا مهدي من أعماق قلوبنا الإمام يدركنا يقول وإذا بي أجد فارسا يأتي نزل هذا الفارس وأرواني وسقاني ثم أخذ بيدي ومشى بي خطوات وقال هذه هي القافلة يقول وجدت القافلة أمامي بعد خطوات يقول أنا إن شغلت بالنظر إلى القافلة وغفلت عن هذا المنقذ وبعد لحظات عندما التفت لم أجد أثرا لذلك المنقذ غابة في الصحراء يقول هناك فهمت أن الحق في مذهب أهل البيت ومنذ تلك اللحظة آمنت بمذهب أهل البيت هذه قضية واحدة وهناك المئات من هذه القضايا التي التي رأينا بعض أبطالها في حياتنا القصيرة الذين توجهوا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح وأنقذهم الإمام المهدي نحن يجب أن لا نغفل عن إمامنا وولي أمرنا ونحاول أن نذكره دائما إن شاء الله كما نذكره يذكرنا وفي الحديث أكثر من الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر